أدرج المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي للمعاقينة كلا من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ومتحف الشارقة البحري المنضويات تحت مظلة هيئة الشارقة للمتاحف على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به كوجهات صديقة لذو الإعاقة نظرا لتوفيرها المعايير البيئية العالمية لذو الإعاقة ويضاف هذا الإنجاز إلى سجلات هيئة الشارقة للمتاحف التي بادرت مبكرا إلى تمكين الأشخاص ذو الإعاقة ودمجهم في بيئة العمل المتحفية من خلال مبادرة متاحف متاحة للجميع ويأتي اعتماد موقع الاتحاد العالمي للمعاقين الإلكتروني لمتاحف الشارقة وجهات صديقة لذو الإعاقة متسقا مع أهداف الهيئة التي تشجع الأشخاص ذو الإعاقة على زيارة الأماكن الصديقة والمناسبة لهم وقالت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف يعد اختيار متحفين من متاحفنا كوجهات مؤهلة لاستقبال الأشخاص من ذو الإعاقة خطوة أخرى في مسيرتنا نحو تحقيق تكافل يضمن مشاركة كاملة لجميع الأشخاص ذو الإعاقة تضاف إلى اختيار متاحف الشارقة من ضمن المؤسسات المراعية لكبار المواطنين مؤخرا